وصلنا لكنوز الأمثال الشعبية خبرات الشعوب اللي بيصيغوها في صورة أمثال قصيرة تديك بعض المعلومات عن النفوس وعن تجارب الحياة بعض الأمثال الشعبية لما نعرضها على ضوابط الشريعة نلاقي فيها مفاهيم خاطئة ما ترضيش ربنا وكتير من الأمثال المتمشية جداً مع القرآن ومتمشية مع السنة وفيها مفاهيم جميل أنك تحفظ المثل ده أجدادنا المصريين عندهم مثل يقولك اللي يربط في رقابته حبل ألف من يسحبه درب لك المثل ده على واحد عنده تصرفات معينة بتخلي الناس تتحكم فيه هو اللي ربط الحبل في رقابته وده للناس أنا عدت أفكر وأقرأ شوية كده على أشهر الإلزامات اللي البني آدم بيلزم نفسه بيها ويورط نفسه ويخلي الناس تتحكم فيه بإرادته فأشهر ثلاث حبال اللي يربط في رقابته حبل ألف من يسحبه إنك تحكي سرك رقم واحد للي ما يرحمكش بص في ناس مننا كتير بتدلدأ بالكلام وعنده في حياته أسرار فيها أخطاء في حياته فيها معلومات معينة محبش إن هي حد يعرفها فيها نقاط ضعف وهو علشان مشاعره جميلة وطيب بينجذب للحنينين فيقعد يحكي لهم أسراره بس خد بالك مش كل حنين عنده تحمل لمسئولية السر العرب يسموا الشخص اللي بيحكم عقله قبل قلبه يسموا الحصيف ما يدلدأش كده إيه بأسراره على طول لأي حد طيب ويسمعه بس خد بالك لازم يكون رجل وجدع يتحمل مسئولية معرفة ومعلومات خطر عنك الشخص اللي مش هيرحمك لما تحكي له أسرارك ممكن يستغل أسرارك لو كان فيها حاجات فضيع أنت عملتها في مجالس تانية عشان يحكي للناس غرابة تصرفاتك فيقول لهم معلومات يعني جايب لكم المعلومات الغريبة والجديدة ممكن الشخص اللي ما يرحمكش لما تحكي له أسرارك وما يكونش أمين يستغلها ضدك لما تختلفه فيفضحك عشان يبين للناس خلوني ساكت بقى شوف أنتوا شايفيننا متخنقين ده أنا عارف عنه حاجات عشان يبين أنه هو إنسان محترم وإنت اللي غلاط الشخص اللي ممكن ما يرحمكش ممكن يعيرك وقت ما تختلفه فبلاش أنت خليني ساكت من عارف عنك كل ده بيجراحك جدا وإنت اللي لفت الحبلة حوالين رقابتك وديتهوله علشان أنت راجل طيب ولا أنت ست طيبة وبتحكي لكل واحد حنين والحنية مش كفاية لازم يكون حد مسؤول أمين الحبل الثاني دي يربط في رقابته حبل ألف من يسحابه المثل بتاعنا الحبل الثاني حبل ديون التحسينات إحنا عندنا في حياتنا احتياجاتنا تلات مستويات ضروريات غذاء كساء دواء لو الواحد زنق فيهم ممكن يستلف وعندنا حاجة تانية اسمها احتياجات لو الإنسان ما قدرش يوفرها يعيش بصعوبة ممكن الإنسان لما يفقد الاحتياجات دي ممكن يستلف وحاجة تالتة بقى عالية أوي ترفيهيات تحسينيات أو تحسينات حاجة بقى إيه يعني إيه إنك إنت يبقى معاك تليفون آخر موديل مثلا ما تستلفش عشان ده لكن إنت لما تستلف عشان ده يا سيلي مبروك على التليفون الجديد بس إنت عرضت نفسك إنك يبقى فيه ديون عليك والديون همهم بالليل ومذلةهم بالنهار وبعدين إنت ممكن مثلا تبقى بتحمل نفسك ديون عشان تشتري جزم معينة ولبس معين تلقى بيه قبول اجتماعي في أوساط معينة عشان يقبلوك معاهم الناس اللي بتقيم وبتحترم البشر بالجزم بتاعتهم والشنط وكده فإنت ماشي يا سيلي مبروك على اللبس الجديد بس إنت تحملت سخافة الناس اللي بتكلموك كل شو عشان لقصات اللي عليك والديانة أو مثلا تكون بتشتغل في شغلانة وهي عاملة ضغط شديد عليك وتكون مستحملها وفيها إهانة ليك بس عشان إنت وردت نفسك في ديون تحسينات أو ترفيهات فده حبل إنت اللي ربطه حوالين رقابتك عارف لو كانت الديون دي في ضروريات ولا احتياجات يبقى حالك زي حال ناس كتير في الدنيا اضطر أنه يمد إيديه عشان حاجات مهمة عشان المسؤولين اللي وراء ربنا معاك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حقنا على الله أن يعينك المكاتب الذي يريده الأداء اللي عليه ديون بس ديون في حاجة تستاهل مش في ترفيهيات وتحسينات يبقى الواحد رابط فرقابتو حبل ما كانش لي لازمة واللي يربط فرقابتو حبل ألف من يسحبه الحبل التالت اللي في كنز النهاردة المثل الشعبي اللي يربط فرقابتو حبل ألف من يسحبه حبل الوعود اللي فوق قدراتك في ناس مننا طيبين جدا وبعدين بيتعامل بعشم مع الناس بحبش يكسف حد وعنده كده إحساس النجدة على طول وعايز يساعد فمش بيرفض لأي حد طلب ودايما عنده تصور إنه لو قال لحد لأ مش مناسب أروح معاك المشوردة أو أسلفك المبلغ ده أو أقف جنبك في الموضوع ده أنا مش قادر أنا ممكن يكون عندي مثلا أزمات معينة فما عنديش لحظة أو ما عنديش إرش يقدر أطلعه أو ما عنديش وقت لأنه عندي انتحان ولا مثلا دكتوراه ناقشها بعد مدة قليلة لكنه خايف على زعل الناس بزيادة فيبدأ يوعد ويوعد ويوعد وتلاقي يومه متكربس وبعدين تلاقي نص الناس زعلانين منه وتلاقيه بدأ يتهرب من التليفونات لأنه خايف من الملامة كل ده ليه؟ ليه؟ ما أنت لما تقول له واحد أنا مش قادر أشارك في الموضوع ده أو أكون معاك أو أساعد في الموضوع ده بتقولها بأدب وبعدين المفروض أن الناس الأسوياء يقدروك لما تعتذر بشياكة ولطف واحتراع معا حاجة مش قادر تتواجد فيها وتوعد بيها الناس المفروض تقدر ولا ما يقدركش طب يا الناس مش زي بعض وأخلاقهم مش في نفس السعة لكن لما الإنسان دايما يفترض أنه لازم يلبي كل الطلبات من كل الناس اللي حواليه هتلاقي ربط في رقابته حبل الوعود اللي فوق قدراته وبعدين هو أصلا جدع وراجل وما يحبش تطلع عليه صمعة أنه هو بؤ وبيقول لقي كلامه وما بيجيش وما بيعملش فتلاقيه فعلا منهك ومستهلك ونص الوعود دي كان ممكن يعتذر منها بذوق لكن الحبل هو اللي ربطه في رقابته واضطر أنه هو يلتزم بكل الوعود يبقى مثل النهاردة وكنز النهاردة هو المثل الشعبي اللي يربط في رقابته حبل ألف من يسحبه ثلاث حبال باقترحهم على حضراتكم دولة اللي نحاول نقص أصهم من رقابتنا رقم واحد حكاية سرك لمن لا يرحمك رقم اثنين ديون بسبب طرفيهيات رقم ثلاثة وعود فوق مقدرتك فتعال نفك الحبال دي ونعيش بسلام وأمان